السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات الحبيبات طالبات الصف الخامس أهلا بكم عزيزات الطالبات في بداية الفصل الدراسي الثاني لمادة الرياضيات رؤية المدرسة أعداد فتيات متعلمات مبدعات كادرات على بناء مجتمع واعي المتحضر محافظا على أخلاقه وقيمه مستخدما للتكنولوجيا الحديثة القيمة الشهرية لهذا الشهر وهي الابتكار القيمة الإسبوعية التسامح نبدأ الدرس الأول من الوحدة السابعة وعنوان تقدير نواة الجمع وطرح الكسور الاعتيادية الجزء الأول أهداف الدرس تقدير ناتج الجمع وناتج الطرح للكسور الاعتيادية باستعمال أقرب نصف أو أقرب واحد أو أقرب صف نفتح مع بعض الكتاب المدرسي بيج 5 ونقرأ سؤال حل وشارك يحتاج عمر إلى 1 و1 على 2 متر من الخيوط تقريبا لديه ثلاثة قطع من الخيوط الذاتة أقوال مختلفة من دون إيجاد الطول الدقيق أي قطعتين عليه أن يختار للحصول على 1 و1 على 2 متر تقريبا أولا قبل بداية حل المثال زي متعودين أن احنا نعرف المعطيات والمطلوب مني إيجاده أولا لو وجهت لك أول سؤال كم مترا يحتاج عمر من الخيوط أحسنتي هو 1 و1 على 2 متر تقريبا ثانيا ما أطوال قطع الخيوط التي لدى عمر أولا 1 على 2 متر من اللون الوردي ثانيا 1 على 3 متر من اللون الأزرق ثالثا 7 على 8 متر من اللون الأغضر ما هو المطلوب مني إيجاده؟ أحسنتي أي قطعتين عليه أن يختار للحصول على 1 و1 على 2 متر تقريبا يمكن حل هذا المثال بطرقتين أولا باستخدام شرائط القصور أولا نبدأ بتمثيل 1 على 2 كما هو موضح أمامنا ثانيا نمثل 1 على 3 وهو من الخيط الثاني هو الأزرق بعد ذلك نمثل 7 على 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 مثلنا 7 على 8 متر ومثلنا 1 على 3 وأيضا 1 على 2 نستنتج أن 7 على 8 و 1 على 2 متر قريب إلى 1 ونص طيب عايزين نعرف لماذا؟ نجد أن النص هو 1 على 2 قريب طبعا من 1 على 2 وأيضا 7 على 8 هي قريبة من الواحد يبقى إذن ناتج جمع 7 على 8 و 1 على 2 قريب من 1 و 1 على 2 إذن نختار الكطعتين الوردية والخضراء للحصول على 1 و 1 على 2 الطريقة الثانية وهي باستخدام خط الأعداد خط الأعداد ينقسم خط الأعداد إلى 0 و 1 و 1 و 1 و 1 على 2 و 2 بنستخدم خط الأعداد لذلك لإيجاد أقرب نص أو عدد كلي لكل كسر نجد أن أو نمثل أولا الواحد على 3 يقع ما بين الزيرو والنصف أما إذا مثلنا الواحد على الثنين أو النصف هيقع كما هو موضح في النصف السبعة على ثمانية ستكون قريبة من الواحد الصحيح لذلك فإن ناتج جمع هذين الكسرين وهما سبعة على ثمانية والواحد على إثنين أيضا قريب من واحد واحد على إثنين نجي مع بعض نشوف السؤال الأساسي بيجي سيكس الجزء إيه يلحم أحد أحمد أمبوبيني من النحاس لإصلاح تصرب ما سوف يستعمل الأنابيب المعروضة هل طول الأنبوب الجديد أقرب إلى 1 على 2 متر أم إلى 1 متر ووضح إجابتك زي ما هو موضح أمامنا طول الأنبوب الأكبر أو الأطول هو طوله 5 على 12 متر أما الأنبوب الأقصر وهو طوله 1 على 6 متر اللي قدر ناتج جمع لإيجادة طول التقريبي للأنبوبين معا أولا في الجزء دي الخطوة الأولى هستبدل كل كسر بأقرب نصف أو عدد كلي بيسهل خط الأعداد تحديد ما إذا كان كل كسر أقرب إلى الزيرو أم إلى النصف أم الواحد إذن نكتب مع بعض يسهل خط الأعداد تحديد ما إذا كان كل كسر أقرب إلى زيرو أم النصف أم إلى واحد خط الأعداد أمامنا مجزة إلى الزيرو والنصف والواحد نجد أن الواحد على ستة يقع ما بين الزيرو والنصف نمثله لكن نجد أنه أقرب إلى الزيرو من إلى النصف إذن الواحد على ستة قريب من الزيرو نمثل أيضا الخمسة على إثنى عشر نجد أنه يقع ما بين أيضا الزيرو والنصف لكنه أقرب إلى أحسنتي النصف إذن خمسة على إثنى عشر قريب من واحد على إثنين في الجزء سي الخطوة الثانية هنجمع لإيجاد التقدير واحد على ستة زائد خمسة على إثنى عشر هنجد أن الواحد على ستة هو قريب من الزيرو أحسنتي زائد خمسة على إثنى عشر قريب من واحد على إثنين هنجمع زيرو بلس وان أوبر تو أحسنتي وان أوبر تو إذن طول الأنبوب الجديد أقرب إلى واحد على إثنين متر منه إلى متر واحد يوجد لدينا ملحوظة نظرا إلى أن كل عدد مضاف أصغر من النصف فمن المنطقي أن يكون ناتج جمعهما أصغر من الواحد نيجي بعد ذلك في سؤال أقنعني تقول سميرة إنه إذا كان المقام أكبر من ضعف البسط يستبدل الكسر الاعتيادي عادة بالعدد زيرو هل هي على صواد؟ أذكر مثالا في توضيحك أولا إذا ذكرنا المثال الكسر الاعتيادي 5 over 12 وجدنا إنه أقرب إلى 1 over 2 منه إلى الزيرو على الرغم أن المقام أكبر من ضعف البسط إذن سميرة ليست على صواد يوجد لدينا ملاحظة هامة طبعا قبل ما نحفظ الملاحظة لازم نكون نفهمها كويس جدا ونستوعبها أول حاجة إذا كان البسط قريب من المقام يقرب الكسر إلى 1 مرة أخرى إذا كان البسط قريب من المقام يقرب الكسر إلى 1 مثل ثمانية على تسعة أو اثنان وعشرون على أربعة وعشرون بيقرب كل من الكسرين إلى 1 نلاحظ أن البسط هنا قريب من المقام الثمانية قريبة من التسعة هو أيضا الاثنان وعشرون قريبة إلى أربعة أو قريبة من الأربعة وعشرون إذن تقرب إلى 1 الملاحظة الثانية إذا كان البسط قريب من نصف المقام يقرب الكسر إلى 1 على 2 مثل 4 على 7 أو 5 على 8 يقرب كل من الكسرين إلى النصف نجد أن البسط هنا في 4 على 7 قريب من نصف المقام الأربعة قريبة من نصف السبعة وأيضا الخمسة قريبة من نصف الثمانية فكل منهما يقرب إلى 1 على 2 أو نصف الملاحظة الثالثة إذا كان البسط أقل من نصف المقام وقريب من 0 يقرب الكسر إلى 0 مثل 1 على 6 أو 2 على 12 طبعا في كذا كسر بيقرب كل من الكسرين الاعتيادين إلى 0 نلاحظ أن البسط هنا أقل من نصف المقام نلاحظ أن 1 أصغر وأقل من نصف المقام وهو 3 وبالتالي هو قريب من 0 في السؤال الأساسي ترح علينا سؤال كيف يمكنك تقدير ناتج جمع كسرين اعتيادين نكتب هنا يمكن استعمال خط الأعداد لتحديد أقرب نصف أو أقرب عدد كلي بالنسبة إلى الكسر الاعتيادين لتقدير ناتج الجمع أو ناتج الطرح نجمع الكسور الاعتيادية المرجعية أو نطرحها يمكن استعمال الحس العددي للكسور الاعتيادية لتحديد ما إذا كانت التقديرات منطقية نفتح مع بعض الكتاب بيج 7 أمثلة طبق فهمك في التمرين سري وفور استعمل خط الأعداد لتحديد ما إذا كان الكسر أقرب إلى 0 أو نصف أو 1 ثم قدر ناتج الجمع أو ناتج الطرح مثال سري مرسوم هنا عندنا خط الأعداد منقسم إلى أو مجزة إلى 0 والنصف والواحد 11 over 12 أقرب إلى أولا نمثل 11 على 12 على خط الأعداد نجد أن 11 على 12 أو 11 على 12 قريب أو يقع ما بين أولا النصف والواحد إذا هو قريب من أولا نمثل 11 على 12 أقرب إلى أولا بينما 1 على 6 نمثل يقع ما بين الزيرو والواحد على 2 لكنه أقرب من الزيرو أحسنتي إذن 1 على 6 أقرب إلى الزيرو قدر ناتج الجمع 11 over 12 plus 1 over 6 قدرنا 11 over 12 equal 1 1 over 6 قربناها إلى 0 هنجمع 1 plus 0 equal 1 في مثال 4 14 over 16 أقرب إلى أولا نمثل 14 over 16 نجد أن الكسر يقع ما بين النصف والواحد لكنه أقرب إلى أحسنتي الـ 1 إذن يكون قريب من الـ 1 بينما الكسر اللي اعطيها دي الثاني 5 على 8 نمثل نجد أنه قريب من النصف من إلى الواحد إذن 5 على 8 أقرب إلى 1 over 2 اللي قدر ناتج الطرح 14 over 16 minus 5 over 8 14 over 16 قربناها إلى 1 minus 5 over 8 قربناها إلى 1 over 2 هنطرح 1 minus 1 over 2 equal أحسنتم 1 over 2 وبكده يكون انتهينا من شرح الجزء الأول من الدرس أتمنى أن تكونوا استفدتم السلام عليكم ورحمة الله